موسيقى موسيقى أهلا أحبانا مشاهدينا في كل مكان بحييكوا تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح اليوم حديث عن مثل قالوا الرب يسوع المسيح في بشارة لوقة في الإنجيل المقدس إصحاح 15 المثل المعروف للجميع المثل المألوف والمحبب على قلب الكاثرين ويعتبر واحد من أطول الأمثال اللي تكلم فيها الرب يسوع المسيح ألا وهو المثل ابن الضال مثل الابن الضال وبالحقيقة لا نعرف ما نسمي الموضوع فالموضوع فيه ثلاث شخصيات شخصية الآب المحب شخصية الابن الأصغر البعض يسميه الابن الشاطر أو الابن الضال وطبعا الشخصية الثالثة الابن الأكبر ولو حطيت أي موضوع أو أي مسمى من هؤلاء التسميات لابد أنك تصيب الهدف من كل النواحي هذا المثل الأكثر شيوعا ومنتشرا لأنه درس درس لكل الأجيال درس لكل واحد مننا فهي تمثل القصة الإنسانية وكيف يقع الإنسان في أوحال الخطيئة ويصل إلى الحضيد الكامل وإلى السقوط الكامل وكيف نحتاج إلى نعمة الله إلى رحمة الله إلى محبة الله الممدودة لكل واحد مننا تتكلم عن الابن الأصغر اللي وصل في الجرأة والوقاحة أن يطلب النصيب يعني الورثة بتاعته من أبوه وهو على قيد الحياة ثم يذهب إلى الكورة البعيدة وهناك بذر وصرف كل أمواله وبالنتيجة وصل إلى أسفل الدركات أنه أصبح راعي للخنزير بحسب طبعا تقليد تلك المناطق تعتبر من أحط الأشغال ومن أصعب المهام يصل به إلى الوضع ينتبه إلى نفسه ويتوب ويرجع إلى الآب لكن نشوف ردود فعل رد فعل الآب المحب ورد الفعل الأخ الأكبر أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة رح تكون سبب بركة لحياتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر الابن الضال حقا إنها رسالة إلى المنبوذين والمهمشين والمتركين في المجتمع ولسيما في هذه الأيام خليني أقرأ بعض الآيات اللي هو الخلفية أو سياق الحديث لهذا المثل إذا فتحنا على بشارة لوق الإصحاح الخامس عشر الآية الأولى مكتوب وكان جميع العشرين العشرين طبعا اللي هم بيجمعوا أو جبات الضرائب جماعة من المنبوذين في المجتمع اللي كانوا بيعملوا لحساب الإمبراطورية الرومانية فكان فيه عداء كراهية ضد هذه المجموعة ضد هذه الفئة من الناس ثم يقول العشرين والخطاط يدنون منه ليسمعوه يسمعوا يسوع المسيح في آية اتنين مكتوب فتذمر الفرسيون والكتب قائلين الفرسيون هم جماعة المتدينين اللي بيحافظوا على الشريعة إلى النموس بتفاصيلها بكل دقة زائد المحافظة على تقليد الأباء الكتبة هم الذين يكتبون وينسخون بل يمارسون هذه الشريعة مكتوب أو قائلين وشوف الجريم الكبير هذا يقبل خطى ويأكل معهم فالمسيح ضرب لهم مثل اللي هي عبارة عن سلسلة أمثال تلت أمثال تعتبر عن تلت جواهر كريمة لكن اللؤلؤة الثمينة والكبرى هي في المثل الثالث الإبن الضال اتكلم عن المثل الأول أنه راعي فقد خروف وبيقول أنه بيترك التسعة وتسعين وبروح بفتش بيدور على الخروف والخروف طبعا هو الذي يعتمد معندوش أسليب أو الحكمة بيتميز بالوداعة لكن أيضا بيتميز بالغباء أيضا فبيتكلم في هذا المثل من منكم يعني راعي بيترك التسعة وتسعين خروف حتى يروح يدور على الخروف الضال والمثل الثاني بيتكلم عن الدرهم المفقود الدرهم اللي كانت عملة دراخمة العملة اليونانية وطبعا هي عبارة عن يمكن جوهرة أو عملة اللي هي كانت عبارة عن سلسلة من عشر عقد من عشر حبات وإذا فقد واحد بيفرط كل العقد وبتعرف البيوت من زمان كانت بيوت صغيرة جدا الكل بنام في نفس المكان فلازم طبعا تشيل الحرام أو السجادة وتكنس في كل مكان حتى تجد الدرهم ولكن خاتم هذه الأمثال الثلاثة اللي هو ابن الضال طبعا المثل الأول البحث عن الخروف أو البحث عن الدرهم هذا شيء مش باختيارهم لكن من محبة الراعي ومن محبة المرأة التي فتشت على الدرهم لكن المثل الثالث الشخص أو الابن الأصغر بإرادته أراد أن يترك العيش في البيت لكن لاحظ سياق الحديث بيقول أن هذه الجماعة المتدينين ما كان عندهم رحمة ما كان عندهم شفقة ما كان عندهم حنان أو محبة على الفئة فئة المتركين والمنبوذين والمساكين المعطرين يعني منهم العشرين ومنهم الخطى لكن هذه المجموعات كانت تحب الرب يسوع وكانوا يدنون كانوا يقتربوا من الرب يسوع المسيح حتى يسمعوا لأنه بكلام يسوع المسيح في خلاص بكلام يسوع المسيح في شفاء وبكلام يسوع المسيح في حرية فكان رد الفعل رد فعل يسوع من خلال هذا المثل رد على الفرسيين بيتكلم عن البحث وضرورة البحث والتفتيش عن الخطى ولكن لاحظ الخلاصة بقول يذهب لأجل الضال حتى يجده في مثل الخروف ثم يقول افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال في أي سبعة إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون إلى توبة فبيتكلم عن رسالة الفرح وبيتكلم عن أنه عن الفرح أنه بخاطئ أن السماء نفسها والملائكة كلها بتفرح بخاطئ واحد يتوب ثم في مثل الدرهم المفقود في أي تسعة مكتوب وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحنا معي لأن هذا الشيء غالي عزيز ثمين جدا بيعني لها سنتمنت بيعني لها الشيء خاص في حياتها افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته له كان عبارة من فضة مصنوع من الفضة هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب وفي المثل التالت لاحظ في آية 32 نفس سياق الحديث بقول الآب ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر عم يتكلم مع ابنه الأكبر اللي كان زعلان لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ظلا فوجده ما أعظم أسلوب وطريقة الرب يسوع المسيح مكتوب هون في هذا المثل كان الشكاية على يسوع أنه يقبل الخطاوة العشرين في لوقا سبعة مكتوب عن يسوع محب للعشرين والخطا أيضا فطبعا هي رسالة للمنبوذين في المجتمع وطبعا هي صورة للراعي اللي بيبحث عن الخروف ألم يقل المسيح في لوقا إصحاح 19 آية 10 لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب يطلب المرتد يطلب الضال لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ما قد هلك يبحث ويطلب فإذن هذه بالضبط هي صورة الراعي الذي يفتش الذي يبحث عن المرتد عن الضال لألا يصل إلى طريق الهلكة ولما بيوجد هذا الضال بتشوف دايما في رسالة مشتركة هي رسالة الفرح الفرح بعودة الخاطئ بعودة الشخص التائب إلى الله وهم بيتكلم عن مثال التوبة الصادقة فمثل ما ذكرت أن هذا المثل بيتكلم عن ثلاث أبطال ثلاث شخصيات الشخصية الرئيسية الشخصية الإبن الأصغر لكن لا يفوتنا أحبائي إنها قصة الآب المحب المحبة اللي وصلت إلى أبعد الحدود المحبة الغير محدودة المحبة الغير مشروطة المحبة المنتصر التي تنتصر المحبة التي تقتحم التي تقدم ولا تحجم إنها المحبة المتفانية إنها المحبة الباحثة إنها المحبة المخلصة إنها المحبة التي يعني تحاول أن تجد أي وسيلة لإرجاع هذا الخاطئ فإذن إذا كان الإبن الأصغر وصل إلى الحضيد لكن فيه شر مستطير هو شر البر الذاتي ألا وهو الإبن الأكبر الآب ردت فعله إنه كان عنده اشتياق كان كل يوم بيتطلع بينظر متى سيعود الإبن الضال أما بالنسبة للإبن الأكبر عايش في البيت ولكنه مرتد خارج البيت وهي الصورة أحبائمة أكثرها في هذه الأيام إن أعجب من شخص بتشوفه جاء على كنيسة محترم بحسب كل كلام الناس إنسان طقي إنسان بخاف الله إنسان بار إنسان بيلبس بدلة إنسان محترم بحسب كل مقييس وكل مصورات الناس لكن فيه شخص تاني بالكنيسة اللي كل يوم التاني بفشل كل يوم التاني بيسقط لكن عنده رغبة عنده اشتياق عنده محبة إنه يتمتع بحضور الله بحضور السماء طبعا بحكم الناس إنه هذا الإنسان فاشل كل شوي عم بيسقط في نظر الله هذا شخص مرتد لكنه خاطئ يعود إلى الله ففي مقياس الله مين الأفضل من الشخصيتين وهكذا الحال أحبائي طبعا منشوف الإبن الأكبر اللامبلا وعدم الاكتراس حتى بالخطاء التوابون اللي عندهم استياق للرجوع إلى الله لكن الشيء العجيب احتفال السماء إنه في السماء في مليارات من الملائكة بقولك السماء بتحتفل لما خاطئ يعود يتوب ويعود يرجع إلى الله طبعا هي قصة صعبة بكل المقاييس لاحظ الكلام بقول إنسان كان عنده ولدين كان عنده ابنان فقال أصغرهما لأبيه يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما يعني للابنين معيشته طبعا لأنه كان عنده بس بحسب المثل كان عنده بس ابنين فإذن الابن الأصغر بيطلع له نصيب أو حصة يعني التلت أملاك لأنه الابن الأكبر هو الباكور يعني الباكورية دايما بيكون مضاعف بيطلع له نصيب اتنين يعني التلتين فلا شوف الوقاحة والأمر الصاعق جدا الابن الأصغر وهو على قيد الحياة يطلب من أبوه بيقول له أعطيني نصيبة يعني أبسط شغلة الأب ممكن يقول له يا وقح يا إنسان يعني جاحد ناكر الجميل رغم كل عيشتك الحلوة وعم بالطالب يعني بكلمات أخرى كأنه الولد عم بيتمنى موت أبوه حتى يتورث أبوه قبل ما ماته يعني وكأنه بكلمات أخرى كأنه في أمنية إنه إنه أبوه يموت لكن الأعجب أحبائي مش وقاحة الإبن والشيء اللي بيصعق جحود هذا الإبن لكن الأكثر من شوف اللطف الآب يمكن هو عنده الصورة الأكبر عم بيقسم وعم بيعطي الحصة الكاملة اللي هو التلت للإبن الأصغر هذا اللطف أحبائي يعني استجاب لنداء وطلب ابنه الأصغر لأنه مثل ما ذكرت التلتين هو حق الباكورية تجاه الإبن الأكبر وهي بحسب شريعة التلويين وحسب تثنية 21 آية 7 أي حصة مضاعفة هذا الولد أحبائي اللي لاحظ الكلام بقول وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الإبن الأصغر كل شيء يعني الكلام هم يتكلم عن صبق الإصرار والتجهيز والإعداد يعني ما أخذش الحصة بتاعته ترك مباشرة لا خطط برمج ما خلاش إشي يعني قحت كل شيء كل فلس كل سنت يعني من نصيبه أخذه بعد أيام وطبعا ترك بيت الآب وصافر إلى كورة بعيدة وهناك بذر ماله بعيش مسرف فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج لاحظ هون يعني مش بس الوقاحة أنه أخذ الحصة بتاعته لكن صمم أنه يترك البيت يترك بيت الآب وفعلا عشان يكون بعيد عن كل الأنظار والمحاسبة والمراقبة راح لكورة بعيدة جدا وباختصار هناك بذر بعيش مسرف وهي كلمة أحبائي عيش مسرف هي التبذير المفرط اللي بيوصل فيها إلى حياة الخلاعة وحياة الفسق الحياة الفاسقة فصار عنده مشكلتين مشكلة داخلية ومشكلة خارجية المشكلة الداخلية أنه هذا الولد كان متهور جدا مش بس كان وقح ما عندهش حكمة كيف حتى يستثمر الأموال بتاعته على طول راح وابتدى يصرف بالحياة الخلاعية وطبعا لما أنت معاك مصاري كل الناس بتحبك وكل الناس عاوزة تقترب إليك وكل الناس عاوزة تمسح الجوخ وتكتب لك أشعار وكلمات مش نسمعها دايما ومنشوفها بشكل مستمر في مجتمعاتنا الشرقية فالمشكلة الداخلية أنه خلاص وصل يعني على البلاط ما عندهش أي سنت ولا عنده أي رصيد وبعدين بعيد بعيد جدا عن بيت الأب لكن المشكلة التانية اللي ما توقعها وهي بتصير معانا دايما اللي هي كارثة والكارثة طبعا المسيح بيتكلم بأمثال لمعاصري طبعا بيفهموا على اللي بيتكلموا يسوع مكتوب حدث جوع شديد والجوع الشديد طبعا مش غريب على أرض فلسطين على الأراضي المقدسة الكتاب المقدس بيذكر كده مرة بفترة جوع فهي الكارثة اللي حثت يعني زي ما تقول اليوم احنا باللغة المألوفة عنا حدث وبأ اللي هو الكورونا مثلا وهي البنداميك أثرت على كل العالم من ناحية نفسية من ناحية اجتماعية من ناحية اقتصادية أثرت على الكنائس على المساجد على دور العبادة بغض النظر شو الخلفيات الدينية أثرت على الاقتصاد اقتصاد العالم كله عم يتأرجح للمجهول مش معروف شو اللي راح يحدث وبعدين اللي منشوفه حولينا كتير ناس اللي تركت أشغالها وعمالها وكتير من البزنس يعني اضطر انه يعلن إفلاسه ووصل على البلاط فبتيجي الكوارث الطبعية فالمشكلة الأولى كانت مع صبق الإصرار عدم الحكمة عدم التمييز عدم الاستثمار في المصار اللي كانت معاه والمشكلة الخارجية فتركته محطم مهمش يعني وصل إلى أسفل الدركات إلى الحضيد بكلمات أخرى وصل إلى طريق مسدود والأصعب من هذا نتخلي بالك هذا الشاب كان عايش في بيت فيه أمان بيوكل أحلى أكل بيلبس أحلى لبس عنده خدم وعبيد وعنده أملاك وكلمته بتمشو كان كل الأمور تمام لكن وصل لدرجة أنه بيرعى الخنازير الخنازير طبعا بحسب العرف اليهودي تعتبر حيوانات نجسة فإذا لا يؤكل أو لا تؤكل وفي نفس الوقت لا تقدم كذبائح ووصل الوضع أنه حتى إذا بتقترب للخنزير أو بتلمس خنزير كانوا بيعتبرو نجاسة يعني بدك تسمع أخبار غريبة لألا حتى الأرض تتنجس في مناطق كثير عنا اليوم في الأراضي المقدسة كثير من المزارع اليهودية مثلا عندهم مزارع الخنزير حتى لا تتنجس الأرض بيبنوا مصطبة من سمنت أو من خشب اللي ما تكونش ملاصقة للأرض لألا حتى الأرض تتنجس إذا الخنزير لمست هذا المكان قديما في أيام المسيح كانت رعاية الخنزير هي أكتر في مناطق بين الأمم واليهود إذا بتتذكروا يعني مجنون كورة الجدريين في مرقص خمسة والخنزير اللي اندفعت إلى الجرف 2005 لأنه دخلتها الأرواح النجسة في كانت في منطقة أممية لكن برضو اليهود كان عندهم تعاملات بزنس في هذه المنطقة يعني بكلمات أخرى أنه هذا الشاب وصل إلى أصعب وضع احنا الوضع لا يحسد عليه وضع يعني صعب جدا في هاي الحالة اليائسة البائسة اسمع ما يقول الكتاب بقول وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنزير تأكله فلم يعطه أحد آي سبعتعش اللي هي بيت القصيد كله فراجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعلك ابنا اجعلني كأحد أجرا لاحظوا معاي يعني رجع إلى نفسه يعني رجع إلى رجده رجع إلى عقله رجع إلى صوابه كشخص مجنون مثل كرة مجنون كرة الجدريين كان لابسا وعاقلا يعني رجع له عقله رجع له الرجد يعني مثل سكير رجع بعد صحوي يعني الصحي على حاله حبائي لاحظ كلام الاب كان ميتا شوف الوصف كان ميتا فعاش كان ضالا فوجد فإذن الخطية تعمي الأبصار الإنسان بيفقد الوعي بيفقد الاتزان بيفقد التمييز بكلمات أخرى بيصل الحالة لا يميز بين الخير والشر أو يقول إنه الخير شر والشر خير أو ممكن يقول إنه الظلمة نور والنور ظلمة وهي اليوم بتشوفها من ناحية سياسية من ناحية الدينية للأسف إنه الدين بيعمل أبصار بيصل إلى حالة التعصب وإلى التزمت مستعد يقتل من أجل الدين ليه هاي الحالة اتعمى خلاص صار أعمى روحيا هالك ما عندوش أي أمل ما عندوش أي رجاء محتاج بلغة الملاكمة محتاج خبطة يعني تصحي من السكرة اللي موجود فيها من الجنون اللي موجود فيه من فقدان العقل من العمى وفقدان الصواب والرجد بيحتاج لكف يصفع يعني بكلمات أخرى أنه يصحين فكم من الناس وصل الحال فيها أنه ما عادتش تميز بسبب الخطيئة هذا الشاب طب ما أنت عايش في بيت الآب لك كل ما تريد ولك كل ما تمتلك إيه اللي خلاك أنك تروح تترك البيت ويصل فيك الوضع المأساة والمعاناة أنك ترعى الخنزير لكن القصة مش هون مش بس يرعى الخنزير عم بيتقاتل هو والخنزير على الخرنوب يعني بتعرفوا في بلادنا مليان شجر الخروب ودائما في الموسم بتلاقي كل الخروب بيسقط على الأرض لما بصير يعني هو عبارة عن قرن بيسقط على الأرض وطبعا بحوشو حتى يعملوا دبس خروب إلى آخره لكن في تلك الأيام كان يستخدم طعام للحيوان يعني حتى توكلوا أو تهضموا عسر صعب جدا يابس بدك سنان حديد مع كل هذا كان بيتزحر هو الخنزير على الخروب لو سألنا هذا الشاب من أي مدرسة تخرجت بقول لك من مدرسة الخنزير يا الخنزير علمته الدرس الذي لا ينسى وصل إلى الحضيد إلى أسفل الإنحطاط إلى طريق مزدود يعني خلاص ما عدتش عنده ولا أي شيء بكلمات أخرى أعلن إفلاسه الكامل حبائي أعلن إفلاسه الكامل وهنا المرشح للخلاص من هو المرشح للخلاص المرشح للخلاص هو الذي أدرك خطيئة أنه وصل إلى طريق مزدود وصل إلى الإنحطاط الكامل وصل إلى الضياع الكامل الخطيئة لوثته لوثت حياته اللي وصل معتش عنده أي أمل أنه يخلص نفسه صار مسكين وصل إلى الإنحطاط إلى الحضيد مبروك عليك هون أنت مرشح للخلاص هاي هو بيت القصيد لاحظ يسوع المسيح هذا يقبل خطى ويأكل معهم إنه محب للعشرين والخطى هنا أنت مرشح للخلاص حتى يعني لما رجع الإبن إلى الآب ولاحظ يعني هو زي الدرس ابتدأ يردده لاحظ كلماته كلمات الإبن أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك إبنا اجعلني كأحد أجراء يعني لاحظ هو رجع يقول له يعني يعني لا أستحق يعني الأب قاطعه حتى لا يكمل صلاة التوبة حتى يمنحوا الغفران هون دلالة أنه الاشتياق اشتياق الآب للإبن الضال أنه يرجع للبيت يرجع إلى حضن الآب بتذكرني في زكا العشار طلب أن يرى يسوع من هو فهو طلب خلاص يعني وصل عم يحفظ الكلام أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدام لست بعد مستحق أن أكون ابنا اجعلني حتى قبل ما يقول اجعلني قاطعوا الآب وهنا دليل على اشتياق الآب الكامل لهذا الابن ابقوا معي أحبائي سأعود بعد هذا الفاصل القصير تعبت من البعد وراجع لك عارف إني خاطئ أكيد تعبت من البعد وراجع لك عارف إني خاطئ أكيد وقلب الآس ما بيسمع لك خلق لي غيره قلب جديد وقلبي الآس ما بيسمع لك خلق لي غيره قلب جديد أنا طالب ستراك قبلني ومن طين العالم انشلني أنا طالب ستراك قبلني ومن طين العالم انشلني وعلى صورة ابنك شكلني وخلقني إنسان جديد تعبت من البعد وراجع لك عارف عارف اني خاطئ اكيد تعبت من البعد وراجع لك عارف اني خاطئ اكيد وقلبي وقلبي القاسي ما بيسمع لك خلق لي غيره قلب جديد وقلبي القاسي ما بيسمع لك خلق لي غيره خلق جديد موسيقى 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 مش جي تأدم عزار انا راجع كل اسرار مش جاي تأدم اعزار انا راجع كل اسرار كمل جنبك هالمشوار خلي روحك في فيك تعبت من البعد وراجع لك عارف اني خاطئ اكيد تعبت من البعد وراجع لك عارف اني خاطئ اكيد وقلبي القاسي ما بيسمع لك خلق لي غيره قلب جديد وقلبي القاسي ما بيسمع لك خلق لي غيره قلب جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى أهلاً أعزائي المشاهدين مازال حديثنا عن الإبن الضال يمكن تكون هاي قصتك اليوم وقصتي أنا إنها قصة النعمة الإلهية بكل عطاياها إنها قصة المحبة الإلهية بكل أبعادها إنها قصة الخطية بكل تعاستها وشقاوتها ومراوغتها وبشاعتها وفضاعتها فإن الخطية تشوه والخطية تلوث والخطية تنجس وتجرس وتفلس كما قال أحد رجال الله هذا الإبن أحباء تخرج من مدرسة الخنزير صحي صحي على نفسه طب السؤال ليه ترك؟ ليه يترك بيت الآب؟ تعرف أحبائي كتير ناس بتتوهم إنه إذا ترك يكون مستقل فإذن الخطية هي الاستقلالية عن الله أبعد عنا أبعد عنا مش عاوزينك مش عاوزين طرقك ولا معرفتك عاوزين أنا عاوز طريقي أنا طريقي أنا فأستقل يعني زي في سفر القضاء آخر إصحاح مكتوب كان كل واحد يفعل أو فعل ما حاسناه في عينيه فإذن لا قيادة دينية ولا سياسية ولا روحية أنا إلى نفسي أنا المسؤول عن نفسي أنا حر دائما بتسمعها أنا حر كأنه وجود الشاب أو البنت في البيت يعتبر عبودية ثم أحبائي المشكلة التالتة اللي بتشوفها اليوم في هذه الأيام مش بس الشباب كبير وصغير البحث عن اللزة عن المتعة بدوروا دائما على وسائل وطرق متعددة ومتنوعة إنه يكون عندهم المتعة يعني عاوز يكون إرادة مستقلة بالكامل طبعا هنا الإرادة المستقلة بيختلف عن الخروف الضال أو الدرهم الضائع أو المفقود لأنه الإبن بإرادته هو اختار اختار بنفسه فالمال رغم إنه بركة بس في كتير مرات في هذه الحالة كان شر وكان أزى وكان فعلا دمار لهذا الشاب فإذن المال فيه قوة وفيه سلطان أيضا لكن لما رجع للآب مكتوب إذ كان لم يزل بعيد رآه أبوه فتحنا وركض خلي بالك الركض في تلك الكولتشر الثقافات يعني عيب الولد لازم يركض كأنه الأب عم بتطلع ليل الإبن جاي بخطة بطيئة لازم يكون أسرع فتعرف خليني أنا أركض غير مبالف العداد تلك الأيام ركض لأنه قلبه مليان محبة رآه تحنن ووقع على عنقه يعني الأب بكلمات أخرى سكب محبته دون كلمة عداب عتاب دون كلمة توبيخ بشأن الماضي بل بالعكس عبر عن فرح ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد بتعبر عن أشواقه عن محبته عن فرحه عن غفرانه الكامل فالخطيئة سواء من سفر التكوين إصحاح ثلاثة إلى سفر رؤية إصحاح اتنين وعشرين من سقوط الإنسان في الخطيئة إلى آية سبعة عشر بعتقد في رؤية اتنين وعشرين الروح والعروس يقولان تعال بعدين ومن يريد ما فليأخذ يعني من لحظة السقوط إلى مجيء المسيح تانية والرب عم بيبحث عن الخطى الله الله اللي أخذ زمام المبادرة البس آدم وحواء أقمس من جلب الله اللي أخذ زمام المبادرة لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا فمن لحظة السقوط إلى آخر لحظة الروح القدس والعروس الكنيسة عم بتقولك تعال اطلب الرب مدام يوجد تعال ماء الحياة مجانا وواضح كل هذه الفترة بغض النظر كيف الله تعامل كيف تواصل عن طريق الذبائح عن طريق الرموز عن طريق الأنبياء عن طريق الآباء عن طريق النبوات العديدة عاوز يصل عاوز يتواصل مع الإنسان فإذن يعني شوف إذا قلت إنه السقوط أو الوصول إلى الحضيد هنا أنت تكون مرشح إلى الخلاص لكن النهاية بكل المطاف الله يسعى نحو الخلاص وهي هي طريقة الرب ومعاملات الله أحبائي تجاه الإنسان الخاطئ تعرف حبائي الكتاب بعلمنا لاحظ خليني أقرأ يعني شوف فقال الإبن يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك بعدين بيكمل بقول له لست مستحق بعد أن أدع لك ابنا يعني قبل ما يقول له جعلني أحد أجراك يعني فضل يكون بيخدم أو عبد فقال الآب لعبيده أخرج الحل الأولى وألبسوه اجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فابتدأوا يفرحون واو يعني شايفين يعني عم بقول جيب الحل الأولى تعرف هاي المكانة الاعتبار يعني بتذكر في العهد القديم في يهوشع الكاهن العظيم كانت ملابسه متسخة الرب حول غير الملابس ملابس مقدسة ملابس الكاهنوت حتى يكون في محضر الله بتذكر كلمات الشعياء في صحح واحد ستين آية عشرة فرحا أفرح بالرب تبتهج روح روح بالله مخلص لأنه البسني ثياب الخلاص كساني رداء البر يعني ثياب الخلاص ورداء البر يعني اكتسى بالكامل لم يعد يرى وساختنا بل يرى برنا من خلال عمل يسوع المسيح فلاحظ قال له الحلة الأولى الحلة هاي بتعرفوا زي العباي لما بيكون في مناسبات لضيف الشرف يعني هنا نقطة مهمة هذا الابن اللي رغم إساءته الأبو لكن صار في مكان الشرف ومكان الكرامي الخاتم أحبائي هو رمز السلطان بتعرفوا اللي بيلبس الخاتم هو رمز السلطان رمز الشرف رمز البنوة أنه هو فعلا ابن شرعي للآب الحذاء هو علامة طبعا كمان نفس الشي البنوة يعني ما كانش يلبس لباس العبيد هذا اللي بيميز الحذاء وطبعا الكتاب إذا بدنا نحطه بصيغة روحية استعداد أرجلكم بإنجيل السلام هو ذا ما أجمل أقدام المبشرين المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات فلاحظ تغير كل شيء يعني كيف كانت نظرة هذا الابن الأصغر عن نفسه كيف الآب شايف الابن الحل الملكية الحذاء طبعا الخاتم العجل المسمى المسمى وهذا العجل بس للمناسبات الخصوصية إما للذبيحة العظيمة أو وليمة عظيمة مثل عرس كليل إلى آخره اللي فعلا بيرمز إلى كل بركات الله وإلى كل خلاص الله حبائي أنا عاوز أكمل عن الابن الأكبر لكن خليني أخد مكالمة أو اتنين وبعدين برجع للموضوع خليني أخد محمد من شمال من شمال أفريقيا أنت معانا على الهواء تفضل الأخ محمد من شمال أفريقيا أنت معانا على الهواء تفضل تفضل يا أخي محمد أنت معانا على الهواء طيب لما بيرجع من فضل السلام عليكم أهلا وعليكم السلام أهلا وسهلا أنا أريد أن أحدث معك إذا كان هذا ممكن تفضل يا أخي بكل سرور أنتم تقولون بأن المسيح هو ابن الله نعم لكن نحن في الإسلام نعلم بأن ليس لله عز وجل صاحبة ولا ولد نعم فهل لديكم إثبات على أن المسيح هو ابن الله طبعا إثباتات كثيرة جدا أخي محمد أولا مع كل ما حبته احترامي لإلك طبعا خلينا أقول نحن لا نؤمن يعني إطلاقا بتاتا أنه لله صاحبة هذا كفر هذا جحود لا تغير الموضوع لا تغير هذه إهانة لأله إهانة لأله إهانة لشخص الرب يسوع إهانة للمطوبة والمكرمة مريم خليك معي أخي محمد خليك معي اللي اصطفاها على كل نساء العالمين فنحن لا نؤمن أن الله يلدي أي تناسل جسدي حاشة خلينا أكمل لك ما أنت سألت السؤال أنا أبدأ رد عليك لا لا إسمعني يعني إذا أنت ابن المغرب ما هو شكلك ما هي لغتك ما هي مواصفاتك ما هي ابن الرافدين يحمل اللون والشكل والطبع وصفات ابن الرافدين ابن النيل يحمل كل صفات ابن النيل فلا يتغير يعني بتشوف شكله حياته كل شيء ابن الله لا يعني التناسل الجسدي إنها نسبة روحية يعني بيتكلم عن الذات الإلهية معلنة من خلال شخص المسيح وهل عندنا الإثبات عندنا إثباتات كثيرة من كلمة الله في الكتاب المقدس مش أنا اللي بقول أنت اللي بتقول للقرآن اللي بقول إحنا نقول هذا كفر كما تنزيونه وكما تقولوا بأن نسبة الصاحبة هي إهانة له وكذلك نسبة له هي إهانة له لا 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 يعني ابن خلي بالك أنت تؤمن أن المسيح حبل بي من الروح القدس لم يمسسها بشر ونحن نؤمن أن المسيح هو كلمة الله ماذا تعني كلمة الله يا أخي؟ المسيح هو عبد الله ورسوله لا 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 هو كلمة الله أنت عيسى بن مريم كلمة الله وروح منه الهاء في اللغة العربية ضمير مفرد هائب يعود على الله يعود على الله فهل الكلمة منفصلة عن الله؟ يقول لحد كفر الذين قالوا إن الله هو مسيح ابن مريم لا هاي كمان إهانة المسيح لما بتقول ابن مريم يعني كأنك تبتنسب أن الله عنده صاحبي لا نحن نرفض هذا لا يوجد مسيح في كل المسيحيين يقبل أنه الله عنده صاحبي أو عنده ولد كلمة ابن الله الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع هو كلمة الله يحمل ذات الطبيعة أنت لم تقدمني إثباتا الآن أنت تتحدث من مراغ أنا عندما أقول لك بأن المسيح هو عبد الله ورسوله أقول لك بأن هذا ذكر في القرآن الكريم نحن عندنا في الكتاب المقدس المسيح هو كلمة الله هو جوهر الله هو صورة الله غير المنظور نعم نعم هو ابن الله ابن الله لا تفيد التناسل الجسدي على كل حال يا أخي محمد لماذا بتقرأ الكتاب المقدس وشوف إيه المسيح يفكر مش أنتشو بتفسر الكتاب المقدس الذي تتحدث عنه الكتاب المقدس الذي تتحدث عنه هو محرف من قال لك أنه محرف هل قال لك القرآن أن الكتاب المقدس محرف من قال لك أن الكتاب محرف ألم يقل إسمعني وإن كنت في شك وإن كنت في شك وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسنه بعدين يتكلم عن الكتاب المقدس هدى ونور منين المحرف جايب لي على كل حال الكتاب المقدس كان موجود قبل الإسلام يعني قبل القرن الثامن مئات الألاف النسخ يا حبيبي فإذن لا تقول أنه محرف نفس الكلام موجود دايما أسرع طريقة للدفاع عن مشكلتك أنت تهاجم فاسمح لي أقول لك أن الكتاب المقدس ليس محرف فوت على جوجل وشوف الأسباب ليه مش محرف ورح تكتشف أشياء مذهلة لكن أنا اللي ممكن أقول لك أنه القرآن محرف لأنه في فكرة الناسخ والمنسوخ لغى آيات ما كانت من قبل لغاها بالكامل على كل حال ربنا يباكك يا أخي محمد وإن شاء الله بترجع بيسمع منك الأسبوع القادم خليني أخذ مكالمة تانية من أبو مهند أبو مهند ات معانا على الهواء مساء الخير مساء الخيرات تحديث محبة لأخي العزيز نزار شهيد يا هلا يا هلا أبو مهند فضل أهلاً وتهلاً بعودتك شكراً وإن كان لم يزل بعيداً رعاه أبو فتحننا ورسلتها على عنقه وقبله نوكا 15-20 نعم طلب من فنان صيني أن يرسم لوحة تعبر على الإبطاء فاختار المقطع على القصة الذي يبين عودة الإبن إلى بيه هذا صرف أموال ضده وقتفها بالبحث تمر الوالد واقفاً على الباب وهو يتضر ابنه الآتي من بعيد عندما عرض الفنان اللوحة على صديقه البسيحي اعترض هذا الأخير قائلاً آه لا هذا غير مقبول هناك خطأ جتيب في اللوحة لم يقض الوالد مكانه من حسب التصة بل رخض متجهاً نحو ابنه أجابه البنان الصيني بعجب طائلاً لا يوجد أسيني واحد يسمح لنفسه أن يفعل ذلك مع ولده الذي كان مشيناً له قال له المسيحي هنا العجب هذه القصة يبين لنا قلب الله الذي هو أكثر رقة وحنان ومحبة بجنة البشري مقارنة ما أحسن وأفضل وأشرف أهل الأرض كم هي عجيبة محبة الله للخاطر وقد أظهر الرب جوع الآب وتسوقاً لمغفرة خطيئة كل ولد من أولاده التعبين عندما كان الأب في المبال مقبلاً وقعه الوالد واتحنن عليه وأسرعه بنفسه للقائه بدون أي معاثب بل عنقه وقبله يا أيها العزيز أن خلاب السماوي ينتظر ببارغ الصبر عودة الخاطئ بالتوقع لكي يستقبله ويقبل له خطيئته إن كنت لم تزل بعيداً عنه اعترف له بقصيئتك وتعالى إلى بيت الآب من تجيد تماماً من سماع فعل هذا الإقصال أمين شكراً أبو الله ويقول لك أهلاً رفلاً بعفتك عند الطريق قد محى الصفق الرهيب الله لا ينسى الخاطئ ولكنه ينسى الخطيف وتحية محبة شكراً 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 جزيلاً أبو مهند ربنا يباركك أبو مهند يعني فعلاً مثل ما ذكر هي صورة كاملة للمحبة الإلهية المحبة التي تبحث المحبة التي تسعى وراء الخطى المحبة اللي بتحتمل يعني شوف احتمال الإلقاب المحبة التضحية وهي المحبة اللي بترحب بترحب شو كانت المشكلة بالنسبة للفرسيين محب للخطاوة العشرين يقبل هاي الجريمة يقبل الناس فالرب يسوع قال يعني لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لكن ابن الأكبر هو راجع من الحقل كان زعلان كان مكتوب فغضبة ولم يريد أن يدخل أبوه طلع له أبوه الكبير طلع لبرة يطلب إليه قال له أنا أخدمك سنين هذا عددها وقد لم أتجاوز وصيتك هون البر الذاتي هون البر الذاتي وجديا لم تعطن قتل أفرح مع الأصدقاء مين اللي مانعك حبيبي كل أملاك أبوك ما هي إلك التلتين ما كله صار لإلك ولكن لما جاء ابنك هذا لغة الاحتقار لغة الإزدراء زي في لوقة 18 مثل الفريسي والعشار قال الفريسي ولا مثل هذا ولا مثل هذا العشار قال يسوع أن هذا خرج مبررا دون ذاك ابنك هذا بعدين افترى عليه احتقروا قال له عم بيصرف على الزواني طب أنت ليه بتفتري على أخوك من بعد ما وصل خلاص الحضيد يعني بوله ذبحت له العجل المسمن قال له أبوه يا ابني أنت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك هو أصلا التلتين نصيب اتنين هو ل مين أصلا كله لإلك كل ما لي فهو لك ولكن شو بقول له هون العتاب ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش ضلا فوجد عاوز أخد مكالمة من المغرب أهلا أخ زكريا تفضل بس دقيقة معاك أهلا أخوي زكريا سلام ونعم معك أهلا بك حبيب رمي بلتك البشرية كلها وزال ضرار الإسلام عن المغرب الجزائي في السماء الفاقية والعالم أنا أوجه رسالة من المغرب الجزائي في السماء الفاقية عدت أخري كنا بير خرافة في خرافة حصال براق ودين ودين سوا جوز رديها ودين 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 عموها 5 سنوات وكان عمر ومشن 47 سنة وكما نأتحم محمد نسك الوضع سوزته وهي يقضي قبل دفن وكذلك أنا أدعو الشباب إلى عمل في القرآن في المسل اللعب وطلب من الفئيسات مقدس من قناة الحياة فهو اتباع نور لنه والتعاليم من ربك يفعل المسل طلب السكال مقدس أخ زكريا ممكن أخ زكريا لأنه الوقت أزف ممكن تتواصل معنا الحلقة القادمة بحب أسمع منك وعاوز أحكي أنا وإياك كمان ربنا يباركك يا أخ زكريا أنا بعتذر أنه فعلا أعطوني الوقت أنه الوقت أزف لكن عاوز أقول هي القصة اللي ابن الأصغر وصل إلى الحضيد أجا بتوبة حقيقية يعني أدرك بفكره ندم على خطيط تتأسف عليها حزن عليها وصمم عزم أخذ قرار عزيمي أن يروح لأبوه ويقوله بكل بساطة أنا أخطيت ورجع والآب قبله الرب بيقبل كل شخص بتوب وبيرجع إلى حضن الآب تعال إلى يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة